السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دكتور يهايب شاكر و استاذ عصاف العص العيني. ارده هشرح لكم التصالب المتعدد يعني شرح مبسط في عوجها لان شاء الله. ايه التصالب المتعدد؟ السراب المتعدد ده مرض مناعي. مرض مناعي بيسبب مشاكل ممكن في الرؤية. ممكن يعني يجي له تخدير ضعف في العضلات و مشاكل في المشي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الجهاز المناعي بتاعي. الجهاز المناعي ده هو الجيش بتاعي اللي بيحارب الاعداء. لما يخش اي عدو ما من برا كورونا مثلا يروح ايه الجهاز المناعي ده ايه مهاجمها. وعن طريق انه فيه قرات دم البيضة بتفرز مواد. المواد دي بتأثر على العدو. وكمان ممكن يهجم عليه يعني على العدو مباشرة. يبقى يفرز حاجات وممكن يهجم عليه مباشرة ان يكله. تمام ده الجهاز المناعي. طيب نظرا لخلل معين الجهاز المناعي يهاجم مش العدو وبيهاجم العدو برضو. بس يهاجم جزء من جسمي انا. من بروتيناتي انا. من المادة بتاعتي انا. تمام؟ يعتبره عدوي هاجمه. تمام؟ وده التصلب المتعدد احد الامثلة اللي بيحصل فيها هذا الخلل. والامثلة كتيرة يعني العمراض المناعية. طيب. ونتيجة للموضوع ده لما الخلايا بتاعتي انا. والجهاز المناعي بتاعي انا بيهاجم الاعصاب بتاعتي. العصب. العزل الخارجي بتاعه الاسمه المايلين. مادة عازلة. اللي هي دي. اللي هي دي. ده العصب. العصب نفسه. تمام؟ العمل زي العصب ده. وده اللي حواليه. ده ايه المادة العازلة. المادة العازلة لما الخلال المناعية تهاجمها تروح ايه؟ تأشر من على العصب. وتوصيل العصب ده يبقى ضعيف. بطيء. ومن هنا يحصل اعراض المعادة. اه. الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي. دعف العضلات والواخز والمشكلة في المسانة وكذا وكذا. اه. دي مش اعراض حكرة على التصلب. لا ده في امراض اخرى. ممكن تعمل هذه ايه؟ الاعراض. فمش عايز حد بقى يعني يحصلوا شوية تنميل يقول بس. انا جالي ايه تصلب. لا. الموضوع مش كده. زاد ان. ممكن يبقى عندي تصلب. ومش شرط يبقى عندي ايه؟ الاعراض. تمام؟ مش شرط يبقى عندي اعراض. طيب. اه. الاعراض زي ما قلنا ممكن يبقى فيه تنميل او واغز. ضعف العضلات او اه. يعني تبقى متقلصة او متشنجة. اذا طبعان بيقصر على حركة. وممكن ان الاسان يقع. يعندmana عدم التزان. مشاكل في الرؤية. اه وممكن يحصل ا الم في حركة العين. وممكن يحصل حركات اللائراضية في العين. شعور بدوار. وعدم التزانة ممكن. الصعوبة في المش. اه مشاكل في الصيطرة على الامعام او المسانة . غالبا المسان نادرها ما بتحصل. المشاكل في العقة الزوجية. والمشاكل في التفكير بوضوح ناسية. طبعا مش كل اللستة دي بتحصل في كل عيني؟ لا، ومش كل عرض بيحصل عند البني آدم بنفس الدرجة يعني ممكن واحد يبي عنده تنمين خفيف والتاني عنده تنمين أكتر، واحد عنده ضعف في المشي خفيف، واحد عنده ضعف أكتر فدي الأعراض اللي بتحصل، وده هنا بس كده هي صورة للعراض دي فيه أنواع من ناحية تقدم المرض وتاريخه الطبيعي فيه أنواع فيه مرض اسمه انتكاسي تقلصي، ايه ده؟ ايه هي الأسامي المجعلصة دي يا دكتور إيه؟ لا ده هي الموضوع بسيط، وعبارة عن نوبة بتيجي هجمة نشاط في المرض، وبعد كده يحجم ويتحسن وتقلص يجي تاني بانتكاسة، وبعد كده ايه؟ يحجم وتقلص والعين يتحسن، تمام؟ والرسم البياني هو ده، اللي هو الأزرق، آخر واحد، شايفين؟ او حصل هجمة، تحسنت ورجعه، إنسان عايش طبيعي 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 طبيعي، من فيش أي حاجة جديدة، واموره كويسة، لغاية ما حصل ايه؟ هجمة تانية، تمام؟ طيب، تقدمي سانوي، يعني فعلاً ابتدى كده، ابتدى بانه هو انتكاسي تقلصي، وبعد كده بعد فترة من الانتكاسي تقلصي ابتدى ايه؟ يبقى ايه؟ متدهور على الدوام، ها؟ العراض بتتفاقم سنة سنة، سنة سنة بدون هجمات وضع، تمام؟ طيب، فيه اولي تقدمي، يعني يعني اولي تقدمي، يعني على طول، او الخط الاخطر ده على طول المرض ايه؟ عمالي يزيد بدون توقف، مافيش فترة تراح، تمام؟ فيه انتكاسي تقلصي، يعني ده انه هو فيه انتكاسات، وفي الفترة لما بين الانتكاسة والتانية برضو المرض ايه؟ واخط طريقه طيب، اشهرهم طبعا هو الانتكاسي التقلصي، هو بيجي على هاية نوبات، طيب، هل فيه اختبارات بنعملها للتصالب المتعدد؟ اهم حاجة التصوير بالرانين المغناطيسي، التصوير بالرانين المغناطيسي للمخ والحبل الشوكي، ويطلع فيه كده لويحات، الحتة البيضة دي لويحات، هو كون انه يبقى عندي كده لويحات، يبقى ده اكيد تصالب، لا، لا، بشكل معين، بوصف معين، بطريقة معينة في مكان معين في المخ، اه، ممكن نقول لا، ده، تصالب متعدد، طيب، طيب، فيه اختبارات تانية ممكن يعني تؤكد التشخيص، اه، البازل اللي الناس يعني يبقوا بتاحهم، بس ده سهل قوي جماعة، ده زي البنج النصفي كده، الدكتور بياخد، اه، بيدخل الابرأ ما بين الفقرات لغاية ما يلاقي السائل، اه، اللي جوه القناة القطنية، ويسحب يعني اربعة او خمسة سنتي، يتحلله، يدينا فكرة العيان ده عنده تصالب متعدد ولا، الجهد المصار على العصب البصري، اه، بنخلي العيان يبص كده في الشاشة دي، وده العصب البصري، اه، الاشعارات العصبية بتروح في العصب البصري لغاية ما توصل لإيه، لا، اه، المركز الابصار اللي هو من وره، اه، اه، المركز الابصار ده بحط عليه، اه، 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 بيسجل الكهرباء اللي بتطلع من هذا الايه؟ هذا المركز طيب الوقت ما بين الاستثارة بتاعة العصب لوصول الكهرباء لمركز الإبصار هو ده اللي بيقول لنا جودة التوصيل العصبي كلما كانت أبطأ كلما كان فيه مشكلة طبعا فالعيان اللي عنده صلوب متعدد بيبقى التوصيل بطيء طيب اختبار دم ده علشان نستبعد ايه حاجات تانية مشاكل تانية ممكن هي تقلد التصالب المتعدد وبرضه هي في معظمة أمراض مناعية التصوير المقطعي للعصب البصري ده OCT يعني لما العياني يبقى عنده مشاكل في الرؤية هو يبقى عنده التهاف العصب البصري ممكن ده يساعدنا في تشخيص الكصة دي طيب العلاج بقى علاج التصالب المتعدد كذا علاج علاج النوبة اصلا يعني النوبة اللي ما بتيجي العياني النهاردة تعب ايده او رجله تقلد ونمنت جامد في علاج بالتاخد فترة قصيرة خمس ايام اللي هو الكورتيزون فترة قصيرة ده مضاد للتهاب قوي تمام والعيان ان شاء الله بإذن واحد احد يرجع تانية ايه طبيعي فده علاج النوبة طيب رجع الطبيعي خلاص احنا كده يعني تمام لا طبعا لا طبعا ليه فيه علاج للوقاية من الهجمات الايه المستقبلة فيه علاج للوقاية ما خلاص جي العيان اه اه بالهجمة اللي جات له دي ويمكن وانا بتكلم معاه يكون فيه هجمة سابقة من سنة وتحسن ما احنا قلنا الانتكاسي التقلصي هو بتتقلص لوحده وبيتحسن لوحده الهجمة بتتحسن واحدها تمام اه العلاج بيساعد على سرعة تحسنها وتحسنها ان شاء الله بإذننا الكامل تمام طيب ده اللي هو العلاج بتاع النوبة وبعد كده بدي بقى علاج علشان ما تجيش نوبة تاني ها ما تجيش نوبة تاني طبعا علاج عردي للشك والمتبقية بعد علاج النوبة بعض الناس بي عندهم بعد علاج النوبة وكل شيء تمام كان فيه تانيج جامده اتحسن بس لسه فيه شوية تانيج ها يبقى ده اكتب له علاج عهن بيحصلوا اكتئب اكتب له علاج اجهاد بكتب له علاج المسانة البول بيسبقوا بكتب له علاج ده اسمه علاج عردي وعلاج طبيعي لو فيه ضعفة في العضلات او كذا بنامي علاج طبيعي والشفة بإذن الله يجي وان شاء الله بإذن الله ما جعل له من ده الا جعل له دواء فالانسان ده من يبقى قلب متعلق بالله ويدعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكتب له علاج ووفق الطبيب اللي بيعانقه وإلى اللقاء ان شاء الله بإذن الله في التسقيف بمرة آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة